اهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الثقافي التي نبثها لكم من هنا من سدو انفاندكات والتي اسعد واتشرف ان اصطدف فيها احد الكفاءات العالية في مجال الطب وتحديدا في علم الدماغ والاعصال باحث مشهود له عالميا باختراعه لعلاج الشلل الرعاش او ما يسمى بمرض البحكينسون قدم حياته للبحث العلمي للموسيقى لفعل الخير من خلال تأسيسه ومشاركاته في العديد من الجمعيات الخيرية التي تهدف اساسا الى مساعدة ومرافقة وتكوين فئة محتاجة الى الدعم والمساندة انه الموسيقي الذي يفك شفرة الباركينسون بحس انساني وتواضع العارفين ايضا والمغرب يعتز بعلمائه ونوابغه يفخر بالاسماء القوية التي تعطي صورة مشرفة تليق بتاريخه العريق وتعدد منابع المعرفة والالهام والفن فيه وضيفي اليوم احد هذه الاسماء التي نفخر بها داخل وخارج المغرب الدكتور عبد الحميد بن عزوز اهلا وسهلا بك في المشاهد اهلا الاخت ويداد انا كنشكرك بزاف على الاستضافة وفرحان بزاف لانا هنا باش نتبادلوا بعض الافكار ونتناقشوا بعض المواد شكرا شكرا دكتور بالعكس نشكرك انك تحملت عنا السفر من فرنسا لتكون معنا في المشاة التقافي طبعا اضافتين الى العديد من الاشغال التي جئت لتقوم بها في المغرب دكتور اسمح لي اذا نبغي نبدأ معك يعني علم الدماغ او هذا البحث في هذا المجال معاش كيفاش وجدت نفسك في خضم هذه البحوث لتفضي بك الى هذه الاكتشاف اللي هو مهم جدا في ما يرتبط بمرض الباركينسون يا البداية كانت بداية دعما ماشي معقدة لحقاش كنت كان قرهنا في المغرب مني شديت الباك مشيت من كلية العلوم في تيتوان الباكالوري اخديتها في مدينة القص الكبير واعتزوا بمدينة القص الكبير ومن بعد مشيت من الجامعة دي عبد المالك السعدي في مدينة تيتوان ومن بعد مشيت من فرنسا نبوردو باش ندير الدكتوراه لذا ما كانش في ذاك الوقت اللي كنا صغار ما كانش واحد البعد كبير شنو باغي تدير اللي كنت كان تخير راسي هو اني باغي نجح في الحياة لحقاش كان الواليد درير مون بار درير اللي كنت أبسولمان بوارك سيزنفون ريوسير كانت هذه واحد دفعة قوية بزاف لباش تخليك رسك تنجح في الحياة وواليدين ديالك ما يكونوا فرحانين بك وكيف تأخذوا بك من جامعة طبعا الجامعة جامعة عبد المالك السعلي بيتتوان إلى جامعة بوردو وتخصص في علم الدماغ ودكتوراه أيضا في علم الدماغ ولكن سنصب اتمامك وبحتك وانشغالك بمرض باركينسون طبعا اللي حققتي فيه كيف مشرت في المقدمة حل اللي حققتي فيه يعني واحد العلاج لهذا المرض يعني الخطير داخله الشمال إنسانك يتصب شلل تقريبا في الحركة إلى خيره حب دلو تحدث المشاهد الكريم عن ما أنجزه في هذا المجال في الأول خدمت على واحد الموضوع ديال زرع خلايا باش تعود الخلايا اللي كتموت في مرض باركينسون سكننا بالنفات لغرف دي نورون أمبريونير ولكن مالغوزمن دوز تقريبا نعم ما عطت تحتش نتيجة هاد هاد البحث هاد اللي درت والمدة ديال الدكتوراه رمدة قصيرة عندنا ثلث سنين ربع سنين ما تقدرش تدير أكتر دونك اللي عندين انستخس اللي خسني هاد الموضوع ما كخدامش خسني ضروري نجبر شي حاجة أخرى اللي خدامه وبالقرايا ديال اللي زختي البحث دونك بداي يبلي هاد لابرانش ديال واحد البلاسة اللي عنده مشكل في المخ كتعاني من الموت ديال الخلايا عنده أعراض اللي كتفقدت تخدم بوحد طريقة عشوائية كتسمى لنويو سوطالاميك سيتون توت بتت ريجون في السيرفو اللي كتفقدت هي ما ميتاش اللي كتموت هي كتسمى لنورون دوبامينارجي كدو لسوبستانس نوار واحد البلاسة صغيرة في الدماغ عميقة حتى هي كتموت ولكن هديك ما عقدرش نعودوها لحقاش مني كتموت الخلايا في الدماغ ما عقدرش ما عقدرش تعود كي هنا واحد دبالا نوروجينيس كنقولوا بعض الخلايا كتقدر تعود ولكن ما كافية شي باش عود العمل ديال هديك الستركتور كاملة اللي ماتت دونك حنا يالش نو مشينا كمتقلبو على كيفاش الأعراض ديال الموت داك الخلايا نعالجوها ولقينا واحد البلاسة تهيئة عميقة في الدماغ اللي كتخدم بطريقة عشوائية أنا شنو قلت هدك الشي اللي عشوائي خسنا نردو هي خدم عادي نورمال بحال قبل ما يموتو داك الخلايا دونك فكرنا باش نديرو امبلانتازيون ديالكترود فست هدك البلاسة شنه يعد الالكترون هاد الالكترونك سيبحل مشوار قيوقة كنديروها في الدماغ وعنده اون بوينت اللي كنقدرون سيفطو دوالالكترسيتي دو كمسا ان نسي دو غيتابلغ لفونكسيونمون ديالا لما تبقاش تخدم عشوائية ردوها كتخدم بطريقة عادية والحمد لله عطت نتائج ممتازة هاد العمل هذا ديال الدكتورة ديالي الدار على القيرادة عندنا القيرادة كنديرولو محد المادة في المخ باش كنقتلوهم ذاك الخلايا وكنردوهم باركينسونية عش في الناتر مكينش قيرادة عندهم لباركينسون لون كهذا الباركينسون اندوي احنا اللي كنعطوه لباركينسون المرض القيرادة ومن بعد القيرادة لعبو دور كبير في الفهم ديال الفيزيو باتولوجي ديال المالادي دو باركينسون باش فهمناش انو كيوقع فالديماغ ديالشي واحد عندو باركينسون والقيرادة كي يديولو مرض الباركينسون بحال الانسان بها داك الطريقة اللي كنديرو احنا ديالانجكسيون ديالو حاد الانوروتوكسين وحاد المادة كتقتل الخلايا ومن بعد بشينا كنزرعو عند هاد القيرادة اللي عندهم لباركينسون كنزرعو هاد المشيوية صغار فوست واحد البلاسة سميتالون ويوسو تالاميك وكان عطيه هاد دقة ديال الضو بور اميليوري لفونكسيونمون ديال هاد البلاسة هاني وعطات نتيجة ممتازة ومنين عطات نتيجة ممتازة على اول قيرد من بعد درنا القيرتاني القيرتالة باش جمعنا اقاش في العلم ما يمكنش يدير انسولان دي فيديو تقول صافر النتائج ممتازة احنا نديرو تتجربة وخصت تعاود وتعاود باش تكون متأكد ان داك شي اللي عندك كنتيجة ديال داك شي اللي درتي را عندو قيمة علمية باش تقدر تقول صافر انا لقيت شي حاجة دا دونك فاش درنا لازيتو تستاتيستيك ولقينا اننا ندبس حكا نعالجو القيرتالة اللي عندو مرض باركينسون بالضوء بهاد الالكتريسيتي دونك اقترحنا باش ندوزن هذا المرضى باركينسون وكان في هدف في الديفونس ديال الاتروحة ديالي كان واحد لناهو شيروجين كي سابل بروفسر آلي ملوي بنابيد وانواجين ديالو سانپير اعتالجيريان يسمى ماري فرانسيز يلتا اغرنوبل ويلتا دون من جوري كان معايا في الجوري دونك كنت يلتا دونك قال يلتا دونك يلتا دونك جهازا علميا يعني يعني يعتمد في كل المستشفيات العالمية في العالم كله بيانسير بدينا في غرنوبل لازات ريما طوله تفايا اكسپيريمونتال عند القرادة الدار في بوردو المرضى اللولى اللي يستفدوا من هاد العلاج كانوا في غرنوبل ومن بعد كي يجيوا من العالم كامل عندنا في غرنوبل باش يتعلموا الطريقة ديال العمليات الجراحية باش يديروا واحدة بما في السنتر ديالهم تقريبا دابا المستشفيات الجامعية تقريبا كلها في العالم ديال الدول المتقدمة كي يديروا هاد العمليات وكينا دول خرين بحل المغرب بدينا أنا اللي دخلت مع بعض واللي بغيت نسهولك يا دكتور فيما يتعلق بالمغرب طبعا واش عندنا كفاءات قادرة انها تنزل هاد بحتاج المغرب عنده اطباء في واحد المستوى عالي بزاف كينا واحد الأقلية اللي كتعطيه واحد الصورة واحد على الطب في المغرب ما شي هو هادا كان مشاكل مادية وغير شي ولكن عندنا كفاءات كبيرة في المغرب ديال الأطباء أنا لزعب نقدر نعدهم ما نعطيش الأسماء دابا ولكن نقدر نعد لك واحد العدد كبير ديال الأطباء اللي مقتدرين ومعقولين ما فيهم شي العامل المادي ما دخلش عندهم نعم وبزاف بيهم اللي يخدمينك مستشفيات جامعية وهذا الأول واحد اللي بديت معاه هو عبد الحاكم الخضار البروفيسور عبد الحاكم الخضار اللي اكتوالما هو الشيف دو سيرويس ديال نورو شيروجي في الهبيتال ابن رجد في بار البدا أول مريض درناه أونساند 2007 2007 كانت مريضة بالباركينسون وحد السيدة درنا للعمل ينهار عشر شوتنبير 2007 والحمد لله أعطت نتيجة ممتازة درنا أن نطخ باسيون في المم سمين درنا مريض واحد خور ومن بعد داروا العملية في الرباب في مدن ستيرة مراتش 2011 شفاس مع سيشاوي الفيز محمد من بعد 2017 حقيقة أنا بصدق شفت فيديوهات فيما يتعلق بهذه العملية النتيجة مذهشة والنتيجة تخلي الواحد آمن بأن طب والعلم دائما في خدمة الإنسان وفي خدمة طبعا راحته وفي خدمة حياة جديدة كنت لحتها أنا في الفيديوهات الدكتور طبعا هناك أنا في اعتقادي كان مشكل كبير هو تمرير المعلومة عند بعض الناس الذين يشتغلون في هذا المجال شو رأيك دكتور في هذا المجال الأساتي دا المقتدرين واللي عندهم واحد المستوى عالي كم ندير يلترانسمت لصفوار لكن كنا بعد واحد الفيئة صغيرة أغزمون صغيرة ما كتديرش هذا الترانسميسيون دو صفوار برس كباري نبقى عندهم ذاك المعلومات كاملة غير ببقى لكن العلم ما معمول شباش تخلي عندك المعلومات أنا كان قول المعلومة إذا ما ما أعطيتهاش ما صالحاش أحقاش أنت خفاي اللي عديرو وحد العمل علمي اللي عديرو في المختبر ديالك وعط القناة تأيج إذا ما نشرتهش باش العالم كامل يعرفو ما صالح نسير شو فائدتو ما عندو التفائدة يبقى معاك ببحدك إذا كنتي عارف شي حاجة و ما أعطيتهاش للأخرين بحالة مادرتيوال صحح بكل تأكيد ما يمكنش الميدان العلمي يتقدم إذا ما كانش لتخصممم تمرير المعلومة أي واحد كي يدير العلم شغير العلم بوحدو في جميع المدينة جميع المدينة في كل مجال في كل شيء la transmission du savoir c'est quelque chose de capital c'est indispensable طبعا دكتور ونتك تحضر معنا الآن وحنا كنعرفو أنك تعيش في فرنسا تحديدا في مدينة بردو وتشرف على بحث علمي في جامعة بردو ولكن عندك طبعا تحاضر باستمرار في المغرب ودائما كتجي باشتعطينا جديد بحثك العلمي بينسولك على الوضع الطبي والصحي في بلدنا شو كي يبالك فيه شو مظاهر النقص كذلك خاصة أننا إذا وضعنا مقارنة مع بلد نسبيا فيه تطور صحي وطبي أنا أنا بدأ أول حاجة هي اللي قلت ديج عندنا أطباء مقتدرين مستوى عالي في المغرب عندنا كفاءات اللي عايشة في المغرب والإكزيقس في المغرب اللي عندهم حد مستوى عالي جدا عشان فاش كيت تصل بيه شي واحد ويقول لي خسني نجين فرنسا نتعالش كنقول لي لش غال جين فرنسا نتعالش عندكم أطباء في المغرب مقتدرين سير تعالش في المغرب مكين لش جين فرنسا كان بعض تكنولوجيات اللي ما كين لش أنا لحقاش البونات تحتية مستشفيات الأدوات الأهلات ولا كان مشكلة هما أن المستشفيات المغرب كان دابا المستشفيات الجداد اللي عدت بناءه جداد بحل دابا ديال مراكش ولا ديال فاس ديال وجدة كان دون المستوى ديالهم ولا مزيان نعم المشكل اللي كين هو أن ما كينش هذا الو بخصونيل كافي باش يحققوا حد العمل الموارد البشرية كان مشكل كان عاوتيني مشكل خور كان بعض المرات كتلقى آليات آلات المعقادة ما كينش الو بخصونيل اللي عادي يقدر يكيلامترز ببور بون فونكسون وكينه مالوغز مستشفيات ما فيهاش إمكانيات بالأخص في المدن الصغيرة أنا كان نلقى كينه مشكل كبير اللي عايشين في المدن الناس اللي عايشة في المدن الصغيرة المستشفيات ما بجهزاش لا من ناحية ديال الاجهيزة ولا من ناحية الو بخصونيل كافات كندون المغرب غادي فو حدسية سمزيانة ديال دعم ديال المستشفيات وتقدم في الميدان التببي بحال تبارك الله هنا دبرا في الرباط كينه تخي جون سي عشو اللي ان كونس تدروه بفارغ صبر هذا مستشفى جامعي بحال اللي كينه في أوروبا صحيح أنا طلعت عليه وشوفت شنه الأجهيز اللي فيه والإمكانيات شي حاجة كبيرة بزاب المغرب كان دون غادي في واحد صراحة كان واحد تقدم كبير في الميدان كاملة وبالأخص الميدان التببي والحاجة الثانية هي ديال المرضى كان مشكل في المغرب قبل ديال 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 الميتويل هذا المشكل كبير دكتور العملية ديال هاد العملية اللي كاتت ترحى أكيد مكلفة وصلني يعني بحث ولقيت أنها أزيد من 25 مليون بين 25 و30 مليون العملية لحش الأجهيزة اللي كنديرو هذو كليز إلكترود والاستيمولاتور كيتقاموا غاليا كيتقاموا الأتمينة ديالها غالية ولكن دعم الدولة لهذا الأمر اللي عندهم الميتويل كيستس هو لك نوب صلى السين اساس هاد الميتويل يبقى أنشارج 80% نعم يبقى 20% كيخلصها المريض ولكن وقعودة نيجوسياسيون مع المينيستير اللي خصص ميزانية الناس اللي عندهم لغامد الناس اللي عندهم لغامد ما كيخلصوا حتى حاجة هذا خبر مفرح جدا هذا المستشفى هو اللي كيشري هذا الماتيريال وكيدين لهم العملية غاتوية بدون مقابل إذن ها هي معلومة ها هي مهمة عبر مشاد تطافيخ للناس مصابين طبعا بهذا المرض وبالزبط الناس ما عارفين شاد القضية يعني بزبط المرضى اللي ما عارفين شاد المشكلة بأننا كينا هاد الحل هذا غير مؤخرا كينا وحد المشكل ضروري غادي نترقل نترقل علاج لحقاش المستشفيات يلسو سو سون انجاجي معانا باش هادك لستيمولاتور يتدشرج على حقاش سيدي باترية بحال ديالتليفون كالي تدشرج غيرو على دورة ديالو كالقدار تكون تنس سنين سبع سنين نعم دونك تولي سيزن أبو بخير سننبدلو هادك لباترين زولوهم ديرو باترية جديدة نعم كين هرزمن بعد المستشفيات ماشي كلهم اللي ما عودوش لباترين الناس ديالله هذا مؤسف ومؤلم مسؤولية كبيرة أنا كن ندير أنا بالمديرين ديال المستشفيات الجامعية وبالأخص نوازير الصحة باش يعالجوا هذه المشكلة في أقرب وقت علاش لحقاش مني كان يعالجوا واحد المريض وكيولف بدك الحياة ديالو كمبقاش مريض ويرجعن المرض كيكون واحد نهيار كيوبتع مشكل كبير غيمو نهيار نفسي كل شي خصنا نعالجوا هذه المشكلة وأنا قلت ندير النابل باش الدولات زعم تكمل الوعد اللي كانت وعداته باش تعود هدل يوصل ندائك فونا كانت مني تعالجوا المشكلة في أقرب وقت إن شاء الله أخير ساكومن 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 طبعا مرض الباركينسون بحثة وقيت أنه يصيب ناس فوق 60 سنة وهي واحد الفئة أبو علي بن عزوز اللي كان حيوها ويا إحدى الكفاءات النسائية اللي كان اعتزو بها كذلك هي كتشتغل في مجال يعني مرتبط بالألم وعني ربما أنتم كتكاملوا في هذا المجال أنا اللي بغيت ننسو لك يعني هناك تفكير مخطط له لهذه الفئة العمرية المرض الباركينسون كان قوله هو مرض ديال العجزة الناس كبار في السن لكن ما كنينش غير العجزة بحدهم اللي كان يقدر يجيهم المرض كان واحد اللي كان نسميها لفورم جينيتيك ديال المرض الباركينسون اللي كانت تكون ويراتية غير هي قليلة بزر ولكن قليلة عامة في العالم كامل ولكن في المغرب العربي وفي إسرائيل البرصانتاج كبر من الدول الأخرى لحقاش عندنا واحد الجينيتيك واحد الجينيتيك واحد الجينيتيك اللي فيهم موتاشون اللي كانين هنا في دول المغرب العربي وفي إسرائيل ولهذا كان لقوا في المغرب وفي الجزائيل وفي إسرائيل أن بزاف ديال مرضى الباركينسون يبدأهم المرض باقي صغار 35 40 سنة 50 سنة همتيني؟ وهذه البرصانتاج هنا عالي ولهذا كان ما في الدول الأخرى ديال العالم لما كان قليلين هذة اللي فرم جينيتيك هذة اللي فرم جينيتيك دكتور لكن أسمح لي غير واحد القضية مهمة غصة ضرور يتقال هو أن دورة دورة الأمراض يتقال يتقال لغيسك باش الواحد يمرض بمرض الباركينسون ولا لزيما ولهذا خصنا بغير انسيستي على واحد القضية هنا يخصنا نهتم بهذا الأمراض دابة ما نسنو شي بزاف علاش لحقاش غدا ونبعدو غيكون عندنا مشكل مع هذة الأمراض هذه ولهذا خص المغرب في هذ الوقت دابة يبقى يهتم بهذا الأمراض باش نلقوا حلول للعلاج دي وذك شي وانا عدتان هنا كندير النابل باش يكون بحث علمي هنا في المغرب على هذ الأمراض المزمينة دي الدماغ اللي عدت ولي كتير رحت هنا في المغرب وفي الدول كاملة تقريبا كنت منا يصار رسالتك جزباع أنا اليوم باش نجاوب بالأسئلة ولكن في نفس الوقت ندير دي تفقى طبعا هذي مناسبة طبعا ومن حقك كما قلت أنا كنجي بزاف المغرب علاش لحقاش المغرب كبرت فيها أنا مغريبي وكان قول بزاف دلمرات بزاف الناس كان قولهم كان دون مغاربة العالم كي بغيوا المغرب أكتر من واحد الفئة اللي عايشة هنا في المغرب صحح مع المسافة كتأمّل بزاف شكرا ولهذا والمغرب كذلك يبغيكم المغرب هو اللي قرراني والمغرب هو اللي كبرني وفرنسا كتستفد من البحث العلمية ديالي وخصني حتى المغرب يستفد من البحث العلمية ديالي ولهذا كنجي بزاف المغرب مع الجامعات درنا دون الكادر ديال لغيزو لعندنا دي كمبتنس ميديكال دي ماروكين دي مون درنا هذا كبير مع الجامعات ديالفاس وكي نسير في هذا الموضوع هذا وخطاش مكي يقول لي شي واحد محتاجين فيكس تجي عندنا بغيين تساعدنا في شي حاجة وخيكون عندي ما نعرف شنو في البروغرام جانول جورب باش نجيل الله يعطيك صحة دكتور هذا هو المفروض الله يعطيك صحة جانب آخر لا بد ما يمكن لش ما نترك هو جانب الموسيقى عند دكتور عبد الحميد بن عزوز هو الجانب اللي طبعا ربما مكمل لمسيرتك العلمية إلى أي حد يمكن حدود الانتقاء بين الموسيقى والبحث العلمي هي الموسيقى مادة علمية تقدرون نقول لحقاش كان لقوا بزاف الباحثين علميين وقاطباء اللي كيديروا إما الموسيقى وللفن صفة عامة والموسيقى مني كنت صغير كانت تعجبني الموسيقى وبغيت نتعلم القيتار أنا نعود لكم واحد قصة صغيرة ربما يكون عندها أهمية الشبن اللي بقين صغير وانا بغيت نتعلم الموسيقى بغيت نتعلمها بطريقة جدية لهذا بغيت نمشي المعهد الموسيقي في القصر الكبير كان حيي النازل المعهد الموسيقي دي المدينة القصر الكبير اللي كان الوحيد وجميع الحوال سيس بيتري الله رحمون أستاذ دينا الكبير روسي محمد أحتى هو اللي كان مدير في حد الوقت تم ومشيت عن الوالدين قلت لورا بغيت نتعلم الموسيقى اللي تشوكي قال لي نا ما يمكنش قلت لورا بغيت نتعلم الموسيقى يقول لي لا أتلاهيك على القرية إذا تعلمت الموسيقى ربما لحقاش كانت عندهم الوالدين لدينا فكرة على الموسيقى بطريقة ماشي جدية ولكن الدراسة في المعادة الموسيقى دراسة جدية على التعلم بالتيوري كالكشوز دو سيريو كما كان قوله ولذا قلت للوالدين تسعين كمان ما نفعل نتعلم بيننا أنا تسمح لي باش نتشجل في الموسيقى كان عندي 12 عام أبدا تسمح لي باش نمشي نتشجل ونديرو نتعلم في المرأة في المرأة نرغير الريزولتات إذا النتائج كانت مزيئة تبارك الله نبقى ندير الموسيقى إذا كانت النتائج ماشي مزيئة نخرج ممتقاش نتشجل مصغر داك اللي وغير نقل في كانت 12 عام دونك سيسكو جيفة مشيت خلاني تشجلت وبدأت نقرأ ومن ينجل لبقى المعدل الدراسي كان عالي كتر من قبل جميل جدا الله يعطيك صحر والوليد الله يرحمه كيف يفتح بفضلك مزيئة ودعا الدراسة طبعا ما غديش نسري معك الحلقة دون أن أتناول جانب مهم جدا اللي وضع شرت لي في البداية فعل الخير من خلال تأسيسي كان مجموعة للجمعيات أو مشاركة فيها والآن تكرت تعطي يعني أمل من خلال هذا الفعل مجموعة بالطلبة والباحثين يمكنك تحتلنا على هذا أول حاجة نهضر عليها هي الجمعية اللي درنا أنا والزوجة دياليا ربيع أبو علي بن عزوز تسمى جمعيات أمان 33 أمان 33 اللي عندنا في بوردون ست une أسوسيation فرنكو ماروكين والأهداف دياليا تمشي عند الشباد أول حاجة نديروها نديروها لهي ونريدنا نديرو لأمام شوز هنا قدر نرجع لها من بعد كنديرو انفوروم ديمتي انفوروم ديمتي اللي كان نضموه كنتعطينا واحد القاعة كبار وكنجيبو تقريبا 60 مهني في جميع المياد المهنية وكنجيبو الطالبة اللي كيقرأوا هذوك المهن الجميل والناس كنتجي من التنويات الولي الطالبة وذلك وذلك وكنعطناهم النصائح لالوريونتاسيون ونفس العملية كنديروها هنا في المغرب مع كلية متعددة تخصوصات ديال العريش من بعد عندنا واحد الجمعية المهمة بزاف اللي بديت نهدر عليها قبل ونأكد عليها هي لغزو دي كمبيتنس ميدكال في الميدان التببي والعلمي دي 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 المغرب محتاج لنا نستغل الفرصة ونهدر على جلالة مالك محمد السادس اللي هدر هدر مؤخرا الخطاب ديالو كي يقول أن المغرب محتاج أرسكم تسهلوا الدخول للكفاءة المغربية كلنا الكفاءة المغربية نستعد لنساعد المغرب نعم لنساعد لنساعد ولكن اللي خصنا هو اللي هنا يفتحنا قلبهم صحيح دكتور والفند نلساعد لنساعد 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 ترجمة نانسي قنقر